الله الله على الأصحر السيدة ريحانة مختلف رأيه قال إنها زوجة ورأيه قال إنها إيها أما بملك اليمين وهي انتقلت سنة عشرة بعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من حجة الودع اتبقى لي هنا السيدة مارية القبطية وهي بملك إليها اليمين أعمام النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا بقى نقرأ لكم المتن نعم يا أيها سيد ملك اليمين يعني أما إيه المشكلة معاك إيه المشكلة عايز أما نجيب لك إيه المشكلة يعني يا أخوانا ده نظام عربي أنا عاوز واحد يخدم في البيت أروح اشتري واحد عاوز واحدة ست أروح اشتري واحدة ست ده نظام العبودية للإسلام لغان بس الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان قال لهم اللي عنده عبد يحرره عامل زي دلوقتي اللي عنده شأتين ياخد شقة ويتبرع بشقة ما حدش يسمع كلام الحكوم فلوس اللي عنده عربيتين يتبرع بعربية مش هنسمع الكلام لأن ديهم وللها فلوس ياخدوا درايب يعني يعملوا شوية تحديدات اللي عنده عربيتين يبعد سلامي في كمتين يا أهلا الله مش فقل نسها الضيبين وديها ما فيها مخلصين يا ما شاء فصغر العلماء تظهر دعول متى شاء تنامى بدعي لهم رب سماو ومؤمن وامين شاء شاء السيدة ريحانة مختلف ما رأي قال إنها زوجة ورأي قال إنها إيه ها أما عملنا دلوقتي تجربة أي واحد معاها تليفونين محمول ياخد تليفون ويدينا تليفون محدش يرضى فهمت يا مولانا فهمتاش فالإسلام فيه رحمة لأن دي أموال الناس دي أموال إيه مولانا أموال الناس فده نظام عربي موجود ده موجود في كل العالم كان فأنا عايز أموال روح يا سيدي السوق واشتري أمو فربنا حرارنا الحمد لله نسأل الله إن ربنا يكرمنا ويكرمكم آمين صلى الله عننا عن تسعي نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جوائرية للمؤمنين أمهات مرضية لأن يا أهل الخير يا أهل الخير جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للرجال فقط يعني أنا لما أشوف واحدة من زوجات النبي ولا أهلا يا أمي فما ينفعش أي مسلم يتزوج بزوجة من مين من زوجات النبي لأن مرات النبي تعتبر إيه ليها أمي من المحارب إنما الستات مع بعض هم مش هيتجوزوا بعض فالسيدة عائشة مش أمك أم السيدة عائشة أمي مين ها أمي أنا يعني إيه أمي أنا يعني أنا ما نفعش أتزوجها طيب حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات احتزى أي اقتدى هنا الشيخ ذكر المجمع على إسلامهم بس فعم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حمزة مجمع على إسلامه العباس مجمع على إسلامه سيدنا حمزة أسلم سنة ستة من البعثة يعني عمر النبي كم سنة ستة واربعين إيه سبب إسلام سيدنا حمزة كان سيدنا حمزة بيصطاد فرجع راح واحد قبله كده قال له أبو جهل شتم النبي صلى الله عليه وسلم وعمل معه مشاكل فراح رايح سيدنا حمزة ورامي عدة السيد بتاعه ومسك أبو جهل ومديله فين يجعك جم أهله ينتصر لأبو جهل لأبي جهل فراح أبو جهل قال لهم سبوه فقد نلت من ابن أخيه يعني اللي أنا عملته في ابن أخوه يخليه يضربني نعليش هو كافر بس عنده ضمير سيدنا حمزة قال له إيه قال له أتسبوه وأنا إيه على دينه يبقى سيدنا حمزة ما له بقى ها رحمة أسلم بقى وبقى حمزة مين أسد الله نال الشهادة في غزوة أحد سنة ثلاثة هجرية وقتله العبد وحشي لأن سيدنا حمزة أتى لهند نص العيلة أبوها وأخوها وعمها يعني صف نص العيلة في بدر فهي راحت لوحشي وكان عبدي ده معه الحربة كده حتة الخشبة اللي ليها السن دي ويوم رايح تترك تصيب على طول قالت له نفسك في قال له أبقى حر اشتريته بسبع تلاف دينار رأي قال كده وجابت له مكان وقعد مستني غزوة أحد وجوزته وجابت له شقة وحررته راح غزوة أحد استخبى شاف سيدنا حمزة راح راميه بالحربة واخد بعضه ومروح كده خلاص خد حريته وأسلم وحشي أسلم على ايد النبي صلى الله عليه وسلم بس النبي قال له أنا كل ما شوفك بفتكر سيدنا حمزة يعني لما تيجي جامع قعد وراء العمود كده قعد وراء يعني بحيث ايه مفتكرش سيدنا حمزة لكن النبي قال له ايها قبل اسلام ولا ما قبلش قبل لما جينا بقى الراجل الكافر اللي هو مسيلمة الكذاب اللي ادعى النبوة وحش عمل ايه نفس الحربة اللي ضرب بها سيدنا حمزة راح ضرب بها مين مسيلمة الكذاب وقضى عليه فالحربة اللي قتلت سيد الناس قتلت أخبس الناس طيب عباس سيدنا العباس رضي الله عنه وارضاه اسلم سنة تمانية ده الاسلام المعلن لكنه اسلم قبل ذلك وهو اخر المهاجرين وعاش في مكة عين للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يا سيدنا في غزوة بدر سنة اتنين هجرية العباس كان لما يزعى الناس تتخاف من قوة صوته قوة بنيته فلما جم أسره النبي بيشوف اللي أسره أسره أنصاري على قده كده قده كده فالنبي يقول له جبته ازاي يعني ده يجيب ده قال له لقيت واقف فأنا روحته لتقول له خش حارب قال له ما بحاربش قال له ما العاوز ايه قال له الأسر يبقى مين اللي بيقول له الأسر سيدنا حمزة سيدنا حمزة لو كان نفخ فيه كان موته لكن سيدنا حمزة مش عايز اقت المسلم ما هو مصلم هو بس سرا جم عند الفدية اللي فده بعشر دراهم اللي مش عارف ايه اللي مش عارف ايه لكن العباس فده نفسه بمئة الف درهم شفت عشان محدش يقول ايه ها فجم قال له انا احنا العباس ده قريبنا سيبك منه النبي قال لا عشان محدش يقول ان الاسلام ها بيعامل الناس ايه ها بمعاملتين لا كلكم سواسية كاسنان ايه ها وده العدالة عماته صفية العباس يعني مات سنة اتنين وتلاتين وده ابو سيدنا عبدالله ابن عباس وعبدالله ابن عباس جاب علي وعلي خلف ميم خلف محمد وابو منصور اللي هم رأس الدولة الايه ها العباسية رأس الدولة الايه ها العباسية عشان كان سموها العباسية نسبة له واستمرت من سنة مية اتنين وتلاتين الى سنة ستمية ستة وخمسين عماته صفية النبي له عشر عمام ولو ستة عمات المجمع على اسلامها صفية مختلف فين في اروه لكن مجمع على اسلام السيدة صفية السيدة صفية أم سيدنا الزبير السيدة صفية عمت النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تضببه يعني تمرد الجرحة السيدة صفية هي أول من قتلت يهودي لما في غزوة الأحزاب كان سيدنا حسان بن سابت بيحرص في حتة وهي قاعدة في وسط السيدات فجي يهودي ينط من الصور راح تهيى ضربها كده بالحربة موتته وزقته وقع وراء فاليهودي افتكروا ان في حراس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قاعدهم جوه ما حدش عرفهم فقالوا لا ده الستات معهم حراسة ومشوا وفي الحقيقة ما فيش حراسة ولا حاجة ده هو كان سيدنا ميم حسان وبس لكن ربنا أول سيدة صفية وخلاها إيها ثم تعمل إيها تقتل اليهود اللي عاوز ينط الصور وحمت النساء السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها كانت تروح غزوات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كانت موجودة في غزوة إيها في غزوة خيبر وكانت موجودة في معظم الغزوات اللي المعصوم صلى الله عليه وسلم حارف فيها السيدة صفية عمرها تقريبا تقريبا خمسين سنة قبل الهجرة يعني شوفوا كانت لما ضربت الراجل ده في الأحزاب كان عمرها تقريبا خمسة وخمسين إيها سنة ومع ذلك قدرت تروح وتضرب وتشتغل صبحا الواحد يعني مش قادرين نقول حاجة في الناس الطيبين المباركين دول السيدة صفية ماتت إلى رحمة الله في المدينة ودفنت في المدينة قيل سنة عشرين هجرية آخر حاجة بقى الشيخ ذكرها لنا وقبل هجرة النبي الإسراء الإسراء هو السير ليلا ليلة سبعة وعشرين رجب سنة حضاشر من البعثة وعمر النبي واحد وخمسين سنة من مكة من الحرم في مكة لقدس في القدس الشريف وسموه المسجد الأقصى للبعيد ليلا طيب والمعراج من قبة الصخرة في القدس إلى ما فوق السبع سماوات استغرقت الرحلة دي عديتين أبداً لأن ربك خرجوا بر الزمن فلما قام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الهدوم وقعت له كباية المية راح ورجع لسه المية بتمشي في الأرض كان نايم على الأرض فالأرض سخنة من جسم النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع لأى الأرض دافية فربنا وأفل الزمن لقدس يدرى القدس الشريف سأول القبلتين وثالث الحرمين نسأل الله أن يحرره آمين بعد إسراء عروج للسمى فالإسراء يعني السير ليلاً من مكة إلى فين إلى القدس العروج من قبة الصخرة إلى فين الإسراء كانت الدابة هي البراق أما العروج فأخذوا سيدنا جبريل وطلعوا فوق ودخلوا في السماء الأولى من باب أول مرة يفتح لرسول الله إكراماً له فوجد في السماء الأولى آدم طلع السماء الثانية سيدنا عيسى وهو حي يرزق وابن خلطه سيدنا مين يحيى طلع الثالثة وجد أجمل الأنبياء مين يوسف طلع الرابعة أول من خط بالقلم وحاكى الثوب اللي تولد في العراق ومات في مصر سيدنا إدريس الخمسة فصيح اللسان سيدنا هارون السماء السادسة كليم الله سيدنا موسى السابعة خليل الله سيدنا مين قاعد في البيت المعمور فوق الكعبة على طول على طول على طول في السماء السابعة بعد كده عند صدرة المنتهى بعد كده وقف سيدنا جبريل قال له انت قدمت أنت يا رسول الله اخترقتها عشان انت المأذول لك أما أنا انت قدمتها احترقته لان هنا هعصي ربنا راح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكان لا يعلمه أحد في مكان لم يصل إليه لملك مقرب ولا جن ولا إنس ولا حق خالص ويف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مكلم مولاه كلاما مباشرا من غير وسطة وفرض الله عليه خمسين صلاة وبعد ذلك راجع ربه لما سيدنا موسى نصحه وأنه فرض على أمتي أقل منك بكثير وكنا أكثر أعمارا وأقوى صحة فربنا قال له خمسة في العمل وخمسين فينها في الأجر والثوم بعد عروج بعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بالقلب فقط ورأي قال أنه لم يراه ورأي قال أنه رأى بعين الجارحة قال رأى بعين الجارحة زي ما نشايفكم كده سيدنا أنس وسيدنا عبد الله بن عباس قال لم يراه السيدة عائشة وسيدنا معاوية جمعوا بينهم بالقلب لكن إحنا عندنا قاعدة تقول المثبت مقدم على مين على النافي لأن المثبت لابد عندهم من دليل فهمتها لم فهمتها إيش فهمتها فهنا إحنا نقدم رواية الإثبات على رواية إيها عدم الإثبات طيب الإسراء والمعراج بالروح والجسد فمن أنكر الإسراء كفر لأنه ده منصوص عليه في القرآن ومن أنكر الإعراج فسق من غير كيف وانحصار وافترض يعني سيدنا النبي شاف ربه إزاي الله أعلم نحن نؤمن بالرؤية ونفوض الكيفية إلى الله تعالى من غير كيف لا إزاي ولا انحصار المعتزلة قالت رؤية ربنا غير ممكنة لأننا لو شفته حددته أبدا ربك شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم المرة الرابعة قبل الإسراء هيأوا تهيئة أخرى مختلفة عن كل التهيئات شافوا إزاي الله أعلم لكن يوم اليوم ما إحنا هنشوفه على الأرائك إيها ينظرون وافترض عليه خمسا بعد خمسين فرد فعلا كانت خمسين صلى إلا أن الله تعالى خفف علينا فصارت كام خمسا وبلغ الأمة بالإسراء وفرد خمسة بلا امتراء أي بلا شك فعلا تاني يوم جاء سيدنا جبريل عند الكعبة أدي باب الكعبة هو امشي كده شوية قبل الآخر تلاقوا بلاطة مختلفة سيدنا جبريل علم سيدنا النبي لضوء وعلمه الصلاة وأول صلاة صلاها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر عشان كده سموها الظهر نسبة للوقت اللي هو وقت الظهيرة لكن رأيي تاني حلو قوي لأنها أول صلاة إيها ظهرت وقد فاز صديق بتصديق الله يا سلام الشيخ مرضيش برضو يسيب سيدنا أبو بكر أول من أسلم على الإطلاق السيدة مين السيدة أول من أسلم يا ليها سيدنا علي أدي أول من أسلم من الصبية عمره ثمان سنين أو عشرة وأول من أسلم من الرجال مين سيدنا أبو بكر فسموه بكر لأنه بكر في الإسلام وأول من صدق بالإسراء والمعراج أبو بكر عشان كده سموه ليها يبقى بكر لأنه بكر بالتصديق بالإسلام والصديق لأنه أول من صدق بمين بالإسراء والمعراج لأن أبو جاهل لعناه الله النبي أول من يزد قبله أسباب ومسببات سيدنا النبي فرحان رح حكاله أبو جاهل قال له يعني زعلك لو قلت الحد قال له لا قال له يعني أقول قال له أقول فأبو جاهل زكي رح رايح لسيدنا مين أبو بكر علشان يضعف سيدنا النبي لما يجي يحكي بحيث يبقوا المقربين يكدبوه فرح سيدنا أبو بكر قال له كلمتين حليلين قال لي يا سيدي ما هو بيقول إن القرآن اللي بنزل عليه من السماء فلما يقول أنا طلعت السماء وماله وصدقه في خبر لايها السماء يعني أنا مصدقه إن ربنا بيبعث له جوابات وبيرسله وحي فلما ربنا يقول له تعالى بقى احنا نديلك مباشرة من غير حجاب ولا وسطة أنا صدقه وفاز صديقه بتصديق له وبالعروج الصدق وفاءه له فعلا أبو بكر هو من ايها من صدق تصديقا يقينيا بما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر اتولد بعد النبي بثلاث سنين بعد النبي بكم سنة ومات بعد سيدنا النبي بسنتين ونص يعني ثلاث سنين يبقى تولد ثلاث سنين بعد عام الفيل وانتقل لرحمة الله سنة كام سنة تلاتاشر هجرية سنة تلاتاشر هجرية سيدنا أبو بكر رفيقه في الغار رفيقه في الهجرة اتبرع بماله أربع مرات نال الشرف ان جوز بنته لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السيدة ايه؟ عائشة اتجوز مرات ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جعفر الطيار اللي هو استشهد في غزوة مؤتة سنة تمانية اسماء بنت عميس اتجوز هالو سيدنا مين ها؟ أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق نال الشرف ان سيدنا النبي مريض مين اللي دخل صلى بالمسلمين الجماعة؟ سيدنا أبو بكر سيدنا أبو بكر هو الخليفة الراشد الأول هو أول من وقف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر عمل تلات حاجات جمع المصحف وقضى على حروب الردة وحارب في الفتوحات بعد جويش في الفرس وفين ها؟ وفي الروم سيدنا أبو بكر نال الشرف انه دفن بجوار رسول الله فكتف سيدنا أبو بكر عند رجلين مين ها؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يليه الرسل والأنبياء وأول من تنشق عنه الأرض بعد الرسل والأنبياء سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وسيدنا أبو بكر يدخل الجنة من غير إيها حساب كذا إحنا خلصنا المنظومة وبقيت الخاتمة وركزوا بقى في الخاتمة شوي وهذه عقيدة مختصرة اللي هي منظومة عقيدة العوام المباركة وللعوام سهلة ميسرة اعرى بس خلي ربنا يفتح عليك وسوف ترى الكثير والكثير والكثير من الخيرات ناظم تلك أحمد المرزوقي الشيخ ذكر اسمه اسمه أحمد والمرزوقي نسبة لشيخه الكبير من ينتمي للصادق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المصدوقي الصادق في قوله المصدوق في فعله صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل حسني وحسيني والحمد لله بدأها بالحمد ويختمها بالحمد والحمد لله وصلى سلم أي ويصلي على رسول الله ويسلم على النبي خير من قد علم فرسالة الإسلام أولها اقرأ وآخرة وهم لا يظلمون ونحن بين العلم والعدل والإسلام يحارب الظلم ويحارب الجهل والآل الآل هم بني هاشم وبني المطلب والآل في موطن الدعاء كل مؤمن وكل تقي والصحبي أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أقل رقمة آل فيهم 124 ألف رأي 120 ألف رأي 114 ألف هؤلاء الناس الطيبين اجتمعوا مع رسول الله وأسلموا بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتوا مسلمين ونالوا شرف الترد عليهم وكل مرشدي أي يرشد الناس إلى العقيدة والدين الصحيح وكل من بخير بخير هدي يقتدي خير الهدي هو السنة النبوية فالشيخ يترد على كل مسلم وعلى كل من يقتدي بسنة المعصوم صلى الله عليه وسلم وأسأل الكريمة وهو الله إخلاص العمل والإخلاص هو رؤية الله في العمل عكس الرياء وهو رؤية الناس ونفع كل من بها قد اشتغل الشيخ دعا لحضراتكم ودعا لكل من يقرأ بهذه المنظومة ومن يشرح هذه المنظومة ومن يشرح هذه المنظومة ثم ذكر في الآخر خالص حاجة في ضاية الجمال أبياتها ميز بعد الجمال تاريخها لي حي غر جمال حاجة اسمها حساب الجمال وكانت العرب تستخدم حساب الجمال فبدل ما يقول سنة ألفين في جملة يقولها إيه الجملة دي؟ صلوا عنا أبياتها حساب الجمال أبياتها حساب الجمال أبياتها حساب الجمال هواس واحد اثنين ثلاثة ماشي حطي واحد اثنين ثلاثة يبقى أربعة وتلاتة كام؟ سبعة سبعة وتلاتة كام؟ سبعة وتلاتة كام؟ يبقى أبجد وهوز وحطي في حساب الجمال واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة يبقى لما أعوز أجيب رقم سبعة عشان أبياتها سبعة وخمسين أجيب رقم كام؟ أجيب الزين طيب عاوز أجيب رقم خمسة أجيب رقم كام؟ حرف إيه ها؟ الهيه جدع عايز أجيب رقم واحد أجيب حرف إيه ها؟ الهامزة أبجد طيب كلم دخلنا بقى في العشرينات يبقى الكاف عشرين اللام تلاتين الميم أربعين النون خمسين صعفز السين ستين العين سبعين الفيه تمانين الصاد تسعين قرشت قاف ره شينته القاف مية شفت أنا عملت إيه؟ والره متين والشين تلتمية والته ربعمية أنا كاتبه في جدول هبقى دهول الثه خمسمية الخه ستتمية الذال سبعمية طيب ضاد ضه عين الضاد نعم هذا الضاد كام تمنمية طيب والضاء تسعمية طيب والعين الغين ها الغين خدناها الغين ضغ اسمها الضغ ها ضغ مش مشكلة ها ضاء ضاء غاء الضاد بكام بثمنمية والضاء بكام بثسعمية والغين بكام بألف فلما يعوزوا يعملوا أرقام حسابية يعملوا اللعب اللي احنا ونهلكو دي تعالوا بقى نحسبها مع بعض بقى ادي حساب الجمل اللي ميز الميم بكام لا فتكرة كويس الميم الميم باربعين ادى اربعين طيب واليه بكام فين اليه حطي عشرة يبقى كده كام خمسين اخر حاجة كام الزين الزين بسبعة يبقى ابيتها ميز يبقى كام فهمتوا كابها ازاي الشيخ طيب تعالوا نشوف بقى تاريخ التأليف بتاعها بقى نشوف تاريخ التأليف بتاعه هو خلصها سنة الف ميتين تمانية وخمسين خلصها سنة كام الايه في العبارة اللي لم يه اللم بكام اللم تلاتين اليه بكام يبقى كده كام تلاتين وعشرة اربعين واحد بعدها شن من اغلاج حي الحه بكام الحه فين الحه الحه تمانية يبقى كده تمانية وكام تمانية واربعين واللي ايه تاني عشر يبقى تمانية وكام حلو حلو خليك معا بس الغن بكام بألف يبقى ألف وكام كده الف تمانية وخمسين آخر حرف الره بكام نعم فين متين الره متين شفت الشيخ عمل ايه اللام بتلاتين اليه بعشرة الحه بكام بتمانية اليه بعشرة الغين بألف الره بكام بمتين بمتين ضغ 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 كده احنا خلصناها ورجع بقى في الآخر اللي سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام فيقارئ هذه المنظومة المكونة من سبعة وخمسين بيتا اذا قرأتها فاعلم انك في دين تمامي واعلم انك على العقيدة الصواب واعلم انك على دين الله الحق واعلم انك قد عرفت الخمسين صفة الواجبة لله تعالى ولرسله عليهم اليها الصلاة والسلام واعلم انك عرفت الاسراء والمعراك واعلم انك عرفت سيرة المصطفى المختار واعرف انك قرأت عمام سيدنا النبي وعمات سيدنا النبي واعرف انك مسلم حقا اسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه المنظومة المباركة ان يجعل ثواب ما قرأناه وما تلوناه وما تعلمناه الى روح مولانا رسول الله العاطرة صلى الله عليه وسلم وإلى روح جميع الصحابة والتابعين الى يوم الدين وإلى روح مولانا سيدي احمد المرزوق صاحب هذه المنظومة وإلى روح جميع العلماء والمشايخ في جميع مشارق الارض ومغاربها وإلى كل من علمون هذا العلم الشريف المبارك وإلى كل من صلى في الحرم النبو الشريف وكل من صلى في الحرم المكي الشريف وإلى اهل مكة جميعا اكراما لهذا الرجل المبارك وإلى اهل المدينة جميعا اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من دخل وصلى في مسجد الأزهر الشريف ولكل مشايخ الأزهر الشريف ولكل طلاب المذهب الشافعي والحنفي والمالكي والحمبلي وإلى كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه هه وسلم تسليما هه كثيرا عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون آمين آمين وصلي لما سيدنا ورحمة الله وصحبه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة